هذه الليلة كانت تبدو هادئة قبل أن تخرقها قبل كليل قبل حوالي الساعة من الآن غارتين على منطقة برج البراجنا هتين الغارتين كان قد سبقهما انذار إسرائيلي بالإخلاء ولكن للمفارقة هذا الانذار أتى قبل عشر دقائق فقط من تسجيل هذه الضربات وهنا أيضا نلاحظ أنه في الليلة الفائطة أيضا وقبل الغارات التي ضربت الضاحية والتي أعدت من الأعنف ليلة أمس كذلك كان هناك فارق زمني قصير نتحدث عن ربما سبعة عشر دقيقة ليلة أمس واليوم عشر دقائق قبل استهداف برج البراجنا طبيعة هذا الاستهداف لم تضضح بعد لكن تلاها أيضا انذار جديد بمنطقة الشوايفات قبل حوالي العشرين دقيقة من الآن ما زلنا ننتظر المشهد من هنا لم تحدث أي غارة حتى الساعة بطبيعة الحال المناطق يعني في ضاحية بيروت الجنوبية صار فيها قلة من السكان خاصة يعني مع الغارات التي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله بعدها فرغت هذه المنطقة شبه كليا من السكان هنا أيضا سجل نزوح كبير في لبنان في الأيام الماضية نتحدث عن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل لبنان من منطقة إلى أخرى وفق الإحصاءات مائة وسبعون ألف منهم في مراكز للإيواء نتحدث أيضا عن تسعمائة مركز وصلوا إلى قدرتهم الاستيعابية الكبرى إذن يعني هذه الليلة كانت تبدو هادئة قبل إنذارين بإخلاء مناطق قريبة من برج البراجنة ومن الشوايفات في الضحية الجنوبية لبيروت هذا الهدوء كان أيضا يخيم على مختلف الجبهات يعني بعد أن كان نهار حافل في الجنوب حافل بالاعتداءات والصواريخ والغارات على مختلف المناطق الحدودية وقد سجل التوغل البر الإسرائيلي هناك عدة محاولات على أكثر من منطقة على منطقة يارون ومن جهة أيضا المناطق الأخرى هنا يعني حزب الله تصدى لقوات المشاة الإسرائيلية بحسب ما جاء في بيانهم على مسافة صفر أيضا يعني كان لافت في هذا اليوم الطويل أنه كان يوما ثقيلا على التواقم الطبية إذ تحدثت الهيئات الإسلامية الصحية عن مقتل 11 مسعفا وخرجت أيضا معهم أربع مستشفيات عن الخدمة وكان يعني منذ بداية المواجهات كان القطاع الصحي يحاول تقبل الصدمة الأولى التي تمثلت بالبيجز ولكن كانت كل المستشفيات حتى في المناطق الساخنة شغالة لحين اليوم خرجت ثلاثة منهم أو أربعة إذا أضفنا إليها مستشفى السنتراز الذي استهدف القصف محيطه في غارات الأمس إذن أربع مستشفيات يعني مئات الأسرة ويعني عدد من غرف العمليات أيضا أصبحت خارج الخدمة طيب في ساعات النهار هنا مناطق الضاحية شبه خالية أو خالية تماما يعني باستثناء برج البراجنة المجاور وهذه المناطق الناس سريد أن تعرف كذلك يعني إذا كان النهار مختلف عن الليل لا النهار كما الليل يعني الناس ترتابها حزر كبير حتى من المجيء إلى بيوتها لأخذ غرض أو ما شابه المنطقة شبه خالية من السكان الضاحية الجنوبية ومحيطها أيضا ليلا ونهارا بطبيعة الحال الضاحية الجنوبية أيضا خلال ساعات النهار وفي منتصف ساعات النهار كان لها موعد مع ثلاثة غارات فالهدوء النسبي كان ليلا وكننا اعتقدنا أن هذه الليلة قد تمر على سلام إنما التحذيرات الإسرائيلية عكست عكس ذلك بانتظار تجلل أمور الغارتين الأولى لنعرف طبيعتهما وماذا استهدفوا التحذير الجديد أيضا لم يتم بعد تنفيذه طيب بالنسبة للمساعدات رينا أتيتي عليها المقدمة للناس الذين ينزحون ملاحظ أي فعاليات اجتماعية أهلية لبنانية بدأت تتعامل مع هذا العدد الكبير وإن كان كبيرا ولكن يعني على الأقل مساعدة بعض الناس والمناطق التي ينزحون إليها بالقرب من الضاحية ما هي نستطيع أن نسميها؟ هو منذ اليوم الأول كانت هناك مساعدات فردية وجماعية وقد اعتاد على ذلك اللبنانيون يعني مشاهد التعاضد كنا نلحظها منذ أول يوم يعني هناك مليون نازح من منطقة إلى أخرى ولكن هناك 170 ألف منهم فقط لم يجدوا مأوى سوى في مراكز الإواء التي خصصتها الدولة بالتالي بالنسبة للمساعدات هي مساعدات عينية هي مساعدات من اللباس وغيره يعني هؤلاء الذين خرجوا على عجل خرجوا فقط وثيابهم عليهم ولا شيء غير ذلك حتى هناك بعض مظاهر يعني الناس بلا مأوى في الطرقات ربما اللبنانيون كان لديهم سهولة أكبر في إيجاد مأوى يحميهم ولكن خاصة أن ليس هناك من مراكز مخصصة للأجانب وبطبيعة الحال هناك أكثر من 160 ألف عامل أجنبي بوجود شرعي في لبنان فبذلك يعني هذه الأزمة قد تطالوا الكثيرين تعاضد المسجمع المدني كان موجودا حتى الهبات والمساعدات من الخارج كانت موجودة اليوم تسلم لبنان أكثر من 100 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية من هيئات أممية ومن منظمة الصحة العالمية أيضا كانت هناك مساعدات وهبات مالية نتحدث عن 12 مليون يورو يورو رصدتها إيطاليا وأيضا الاتحاد الأوروبي ب30 مليون يورو من أجل المساعدات على الاستمرار شكرا جسيلا لك زميتي طبعا هذه المساعدات كانت سبقها أيضا تفضل إلينا كنت أتحدث عن مساعدات سبقت من دول عديدة أتحدث عن مساعدات اليوم من الهيئات الأممية ولكن السعودية كانت أرسلت مساعدات والأردن مساعدات طبية أيضا وفرنسا مع وزير خارجيتها المساعدات كانت خلال هذا الأسبوع وقبله تتركز في لبنان وخاصة عند القطاع الطبي الذي كان يمر بمراحل متعثرة خلال الأزمة وما غيرها وزادت هذه الحرب من تعثره شكرا جسيلا لكم شكرا جسيلا لكم و λوء شكرا لكم اشتركوا في القناة